السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم جديد في هذا الفيديو اليوم في هذا الفيديو راح نتحدثوا كيفاش الدزاير حصلت على أقوى وأحدث مقاتلة الدرون أو سرب من مقاتلة الدرون في العالم راح نهضروا عليه شريتهم ومنيني شريتهم بل من نبدأ الخوتي الفيديو ما تنسوش أرجوكم تدعمونا بالضغط على زي الإعجاب والله العظيم غير حاملت سنة الرمال لكون هذي يمات صرت ورانا هضرو بزاف على إسرائيل كما شفتو والعدوان الصهيوني وكيفاش المخزن يحاول يتسلل الجزائر ويدمر قومية الجزائرية ملا خوتي أرجوكم الضغطونا على زي الإعجاب هذا يساعدنا نتصدى والحملات السينيال هذا يثبت اليوتيوب بأن المشاهدين عم يعجبهم هذا الفيديو وهكذا مشاهي يهجم علينا بالسينيال ويقضو علينا شكرا لكم على دعمكم وإلى الفيديو كما أرى بكم خوتي مؤخرا إسرائيل تحاول الولوج إلى الجزائر كانت قام بعدما قامت الجزائر بإهانتها وطردها من قمة الاتحاد الإفريقي وكما أرى بكم لازم تزير دافع على روحها ملوش الدير خاصة تشري أقوى الأسلحة والآن الجزائر طلبت أقوى سلب من مقاتلات الدرون المسمات بالعنقاء نحن نحضر لكم هذا الخبر بالعربية الفصحة لأنه نقرأه لكم كما يجي من الموقع على حسب موقع أو راس كشف تقرير تركي أن الجزائر ستحصل على أحدث سرب من طائرات مسيرة دفاعية تركية والمسمات بالعنقاء أيضا الجزائر طلبت الحصول على عشرة طائرات إنكا دفاعية تركية إلى جانب الجزائر أيضا تسعد والأخرى للحصول عليها ولكن ليست بالكثير لأن هذه الطائرة باهظة الثمن ولديها العديد من المزايا الخارقة تجعلها فريدة من نوعها في هذه النوع من الطائرات ولا يمكن للكثير من الدرون أن تقوم بمثل ما تقوم به هذه الطائرات تعتبر العنقاء من أحدث وأقوى المسيرات الدفاعية التركية إذ يمكنها البقاء في الهواء لمدة 24 ساعة على ارتفاع 30 ألف قدم مع إمكانية حمل 750 كيلوغراما من الحمولة وأيضا وأظن أن الجزائر شرات هذه الدرونات خصيصا للتصدي لإسرائيل لأنه الضغط تعرفوا عليه بكنا أدرككم على المزيد من التفاصيل تعرفوا على شراتها خصيصا لإسرائيل تمتلك المسيرة التركية خاصية استخبارات الصور في الوقت الفعلي مع إمكانية تضمير الهدف والاستطلاع والمراقبة واكتشاف الهدف الثابت وتحوز المسير العنقاء على حمولة التصوير والاستخبارات على غرار الأشعة تحت الحمراء والبصر الكهربائي ومحدد الليزر بالإضافة إلى كاميرا مكشف المدى بالليزر مع كاميرا مراقبة واسعة النطاقة كما شفتوا كما شفتوا على هذه قامة الجزائر بشرائي هذه الدرونات بالتحديد لأن الجزائر بالفعل عندها بزاف درونات هي صنعتهم في بلاد هورا نهضرنا عليهم منها الجزائر الجزائر الرابعة والجزائر خمسة والكثير من الدرونات التي تمتلكها الجزائر ولكن هذه الدرونات تمتلك خاصية لا تمتلكها الأخرى وهي كشف وتحديد الأهدف الثابتة عن طريق الليزر أي أي جهاز تدخله إسرائيل للتجسس يمكن لهذه الدرونات بدورياتها تدمير هذه الأجهزة وليس هذا وحسب هذه الدرونات تستطيع حمل أسلحة مدمرة حيث هناك الكثير من خيارات الأسلحة التي يمكن تحوزها ورح نقرأ لكم شوي منها كما رحكم تشوفوا معي في هذا في هذه الصور عدنا تيبرا 81 ليزر موجه كما رحكم تشوفوا أيضا تيبرا 82 بالليزر الموجه وهو كما رحكم تشوفوا معي سيروخ مطمر أيضا لومتاس سواريخ لومتاس وأيضا سواريخ مام أل أيضا قاذفات جافلين ومام سي سواريخ مام سي وأيضا مجموعة توجيه دقيقة تدعى HGK3 أيضا لديها كما رحكم تشوفوا معي يعني العديد من الأسلحة المدمرة أكدت تقرير تركيا سابقة أن الجزائر أبرمت سفقة لشراء طائرات دون طيار تركيا من طراز برقدار وأشارت وسائل العلم تركيا مخصصة إلى أن الجزائر هي واحدة من العملاء الثلاثة الجدد لطائرات قطاري قيتالية دون طيار تركيا ناجحة تدعى برقدار TB2 وهذه سرب آخر من الطائرات أعزائي المشاهدين وليس العنقة التي شفناها مع بعض هنا في هذا الفيديو من أشارك مخوتي في هذا الموضوع أرجوكم أخبرون لكم في التعليقات إذا أرجوكم في الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زي الأعجاب كما قلنا لكم إذا راح يدعمنا نتصدّم حملات السينيال شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء